اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سكنجبير وغنضيف كذلك البابريكا او الفلفل الاحمر وشوية تاع البزار لحسب الضوء كيف كنقول لكم ديما البزار والملح كي بقى كي بقى لحسب الضوء الضيفي او لما تضيفيش لحسب واش كي عجبك الحار او للا هنا تومة محكوكة تقريبا جوج ريوس تاع تومة او لجوج دروس تاع تومة عفوا وهنا غدي نضيف واحد جوج حبات تاع الجزر اللي حكيتهم شوية غلط وهنا عدي فلفلة تاع الفلفلة الخضراء والفلفلة الحمراء اللي قطعتهم هاكا كارويت ممكن نضيفي لهم تال الكورجيت تاو تحكي تاو كي جيفيها غزال الحوشوات كي جيزوين لانها معلقة تاع الهريصة او للشطة وغنضيف كذلك او حد المعلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعهم ومنقي لهم مزيان قياس ملقة كبيرة سوف نخلط الخالد ديالي مزيان وغادي نخلي فوق النار مهيلة حتى يطيب على خاطره طب في تشوفوا البنات كيف كتشوفوا معي الخضراء رابضات كالطيب ليا بزاش تقريبا طاب كل شي طاب وغادي نضيف هنا يا عندك زيتون اخضر مقطع كي بقى اختياري وغادي نحرك الخالط مزيان ونخلي فوق النار حتى شوية حتى كي بغي الخالط انشو حتى شوية وغادي ندوزو نوجدو الشعرية الصينية من الشعرية الصينية انا درتها في الماء طيب قبيلة قبل من ندم الحشوة وخليتها ومن بعد تصفيتها كافة الشوكة وغادي نقطعها بالمقص باش كي بولي طرفها صغار ومقدر نتحكم فيهم كيف بغيت وغادي نضيفها على الحشوة وغادي نخلط مزيان وغادي نخلي الحشوة واحد شوية علين ما حسيت بها نشفات ما بقاش فيها الماء وغادي نخليها على جانب وغادي ندوزو باش نصيبو العجين او لالن باش غا نصيبو الفطير انا اخضيت تقريبا ثلاثة الكيسان تاعد دقيق الابيض مغربي معلقة تاعد زيت المائدة وغادي نضيف كذلك معلقة صغيرة تاعد الخل ونضيفو كذلك واحد المعلقة صغيرة تاعد المطعب او الخردل ونضيفو الملح على حسب الضوغ ونضيفو كذلك واحد المعلقة صغيرة تاعد بيكين باودر او لخميرة الحلويات وغايم معلقة صغيرة صافي وغا نجمعو الخليط دياننا بشوية تاعد المدافي بشوية لبنات بشوية باش من نجريوش العجينة نجمعو الخليط من بعد ما كتجمع لي العجينة كتولي بحالها كيف كتسوفو معايا غادي نحيدها من ملقينها وغا نحاول نضلكها واحد شوية فوق سطح العمل بادي جراني اغسلته مزيان قبل ما نبدأ صغير راني كان غسلته مزيان نحكها ونشللها ونضوزها عليها واحد المدين اللي نقي نتأكد من لك اللاصة اها مقية مزيان ونخدم فيها صافي غادي نضلك العجين ديالي مزيان بحل العجينة تعلم السمن تماما خاصة بسك باش كتعطي النتيجة انا غادي نخليها فو حل البلاستيك ترتاح ومن بعد ندوز ونقطعها خليتها تقريبا البنات اما بين 10 ديال دقايق تالى 15 دقايق احت ترتاح على خاطرها ومن بعدها غادي نجي دابا باش نقطع العجينة ديالي كويرات قطعتهم انا تقريبا ما بين ستة ثلاثمانيات الحبات او ثمانيات الخبيزات بحلقة انا جاو اخر شوين تقريبا شي سبعة ويمقطعهم ما بين ستة لسبعة لحساب الديك وذك شي وانو هاكا بسبعة درت حساب باش غادي ندير ربعة في تفريشة واندير ثلاثة باش نغطي الحشوة ديالي صافي هنا البنات رأي انا كنورق العجينة ورشي تماكن بوحت شوية تع النشا اراني خدامها بالنشا ماشي بالدقيق اه هو اللي غا نورق به العجين قد نورق العجين اللي عندي كاملة هاكا بلتكت للك ولا لمدلك نورقها ونحط هاكا على جرم حتى نورق الكمية اللي عندي كاملة اشتركوا في القناة موسيقى صافي من بعد ما كملت كمية اللي عندي كاملة نشد كل ورقة كنورش علي واحد شوية تع الزيت البائذا نورش عليها إنشا ونحط عليها طباقة أخرى ونستمر بحا لوكا حتى ندير حتى نندير فيها أربع طباقة طباقة ضعما ربع من ذلك العجين المورقة سوف نضيفها على جنب و نضيفها ثلاثة نضيفها الخفز من الفوق نضيفها الزيت و نضيفها طبقة ثالثة طبقة تمرقة و مقرمشة التي تعجبها تكون مقرمشة نضيفها و مقرمشة طبقة نضيفها نضيفها بزيت نضيفها بزيت نضيفها بالزيت نضيفها بالزيت نضيفها بالزيت و من بعد نضيفها نضيفها بالزيت لأن العجين تكون مورقة جيدة قدمها تكون مورقة قدمها تكون أحسن طبقة نضيفها 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 يجب أن تكون مورقة نضيفها 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 نضيف حشوة نضيفها 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 و نضيفها إذا كانت سخونة ستقطع علينا العزينة و لا سنقوم بتأكد بالقناة الجناب كما تعلم تعليق الطاول اللي درت فيها المقادمة لجينة دائرية لا جينة عوجة تكون الحشوة مقادمة سنحاول نرجع العزين اللي عندي حلقة ودبا غادي ننزيد عليها طابقة الثانية اللي قدت لكم درت فيها ثلاث حبات تعهي ورقتها مزيان سوف نغطيها هكا من الفوق غادي نحاول ناخد العبار بيالي هكا بإيدي وغنجيب واحد سكين اللي غا نقطع بيدك الزوائد على حد العجين غادي نقطعه هذا على حد العجين باش تجينا الدائرة على قد العجينة ما تجينش شيطا باش ما تجينش معجنة نحاول دا بنقادو كجناب نخشيهم هكا في الجنب ممكن انك تستاعني بموصلة بشي حاجة وتخشيهم هكا معجنة بجي مقادة ويجو لاسقين على بضياته وتجي طبقة واحدة سوف نخشي من الصافي هنا رأسا في أنك الملت سوف ناخده واحد شوية تاع زبدة و المطار او لو ممكن انك تديري صفار البيض عفوا ماشي الموطار صوجة انا هنا ادرت الزبدة والصوجة ممكن تديري صفار البيض والصوجة هي الصراحة صفار البيض والصوجة يجي حسن يعطي لون احسن انا درت هنا غيز زبدة شوية لي الصوجة مبقاش عندي البيض وما فيه اللي يخرج ورا الحجر الصحي ما اكين خروج قلت صافي غنقضي غيبيض كشيني عندي تن من بعد ونجيب البيض موهم هنا غادي ندير زبدة والصوجة يباش دهنت ولكن من الاحسن تدهنو بالصفار البيض والصوجة او الاصفار البيض ونسكافي او قهوة سريعة دوابان انا غادي نرش شوية ديال بافو او لا ترشو جنجلان او لما ترشو والو انا غادي نرش البافو ومني غادي نديرها فران ونخرجها من يتقرب طيب غادي نخرجها نرش على واحد شوية تاع الفروماج محكوك او لالاضاب الفروماج اللي كعجبك ولا ممكن انك تديري في الحشوة الداخل انا مدرتوش في الحشوة خليتها كاك سفي كيف كتشوفوا معايا هاي الفطيرة ديالنا او الخبيزة ديالنا روج ذات افتر بناترا كديم قرمشة انا نخلي لكم الصوت ونقطعها راهم قرمشة قرمشة جميع زيان زيان شوفوا سماء مهم هالي هي الفطيرة ديالنا وكتجيب حالة تناغل عليكم محطط بشوفوها كيفاش كتجيب داخل رابغاي مول بناترا كتجيب بنينا وغزان كنتمنى انا بفيديونا الاعجاب ديالكم وكنتمنى من اي اي اخت اي شخص تخلي من قناة ديالي اول مرة ما ينساش يتابونه ويفعل جرس ايش بقى يتوصل بالجديد وما تحرموناش من تعليق ديالكم ومن اللايكات واسلام عليكم تلقى في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله اسلام عليكم اشتركوا في القناة